يقول تلك الفترة التي تسمى بالعصر الذهبي للإسلام والذي لا يوجد عصر الذهبي للعلوم أعظم منه سأكمل سماع كلام هذا الفيزياء معي عندما تدفع على سمص نحن المفتوض that came out of that period in Baghdad algebra was invented in that period algebra is itself an Arabic word algorithm is an Arabic word our numerals are Arabic numerals do you ever wonder why do you ever stop and think why they're called Arabic numerals in that period mathematics took great leaps تكلم الرجل كما سمعنا معا عن القفزات العظيمة في الرياضيات والقفزات العظيمة في الفلك وفي خرائط النجوم الذي هو الإبداء الأول لعبد الرحمن السوفي تجربة الحياة التي نتكلم عنها ثم يقول كل هذا انتهى انتهى